نحن 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 ن التوقف وجمود انتهى وبدأ مؤشر الاتنمو الاقتصادي بيصعب وتحسنت حسابات المالية العامة ومن المتوقع أن تنقفض نسبة الدين العام لأول مرة منذ عشرة سنوات رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي قال أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجديدة الإعداد القابلة للتمويل يمكن اجتزاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة مين اللي بيقول البنك الدولي؟ بيقول لمصر يمكن أن هي تستقبل الآن استثمارات أجنبية ضخمة مصر أصبحت مكان آمن للاستثمار مصر أصبحت وحقية يمكن تحقيق أرباح طائلة من أي استثمار في مصر سوق واعد بيئة اقتصادية سليمة دلوقتي التقريب داع البنك الدولي بيقول بشكل واضح أنه مصر بتفتح المجال للاستثمارات الخاصة في كل المجالات بنية تحتية، بنية معلوماتية، طاقة، تعليم، صحة، رعاية اجتماعية إذن الدولة خلال السنوات الخامس الماضية كانت بتدخل بنفسها في مشروعات ضخمة كسيفة رأس المال، مشروعات كسيفة العمالة، مشروعات ضخمة للغاية زي ما قلنا قبل كده والرئيس بيقول إنه لو كنا مشينا، وبعيدها للمرة التالتة، لو كنا مشينا وسرنا على الجداول الزمنية اللي موجودة في دراسات الجدوى لم نكن ننجز أكثر من 25% من ما تم إنجازه لكن إحنا سبنا الجداول الزمنية وبدأنا ننظر إلى إمكانيات الدولة المصرية خلصنا مشروعات وأنجزنا مشروعات في ربع الزمن الموجود في دراسات الجدوى ده كلام المفروض بنقول متشكرين فيه ونفخر به لأن إحنا استطعنا إن إحنا نتغلب على الجداول الزمنية اللي في الدراسات الموجودة ونقول إن مصر استطاعت إن هي تكسر حاجز الوقت المحدد لإقامة مشروعات يطلع حد يقول لك إيه؟ أصله مصر شغالة من غير دراسات ده شغالين كده يعني هلهلي أنا بقوله اللي بيقول كده واللي بيكتب كده واللي براد كده بقوله يا جاهل استمع إلى الكلام على حقيقته بنقول إيه؟ إن مصر خلال الفترة الماضية خلال خمس سنوات ماضية استطاعت أن تنجز مشروعات في ربع الوقت المحدد في الدراسات الدراسات بتقول سنتين بخلصها في ست شهور إذن مصر بتدعو وبتترق أبواب كل المستثمرين تعالوا إلى مصر فمصر بها فرص استمارية مصر بها أمن مصر بها أمان مصر بها تشريعات جديدة بها بنية تحتية جديدة بها شعب بيطوق إلى التقدم مصر فيها كل عوامل النجاح لكل المستمرين في كل دول عالم فرص سواء المستمرين العرب أو المستمرين الأفريق أو المستمرين في كل دول عالم مصر فيها فرص واعدة للإسمار ترجمة نانسي قنقر